عند مرض السكر نقول فيه تمارين معينة ما ينفعش نعملها سمعنا حاجة زي كده فيه حاجة زي كده تقالت لحضرتك وفعلا فيه تمارين فعلا مرض السكر ما ينفعش يعملوها أيها الحقيقة دي من الحاجات الأسئلة أو الموضوعات المغلوطة عن السكر مريض السكر مدام احنا هو بيتابع وبياخد العلاجات بتاعته هو مريض هو إنسان طبيعي بالعكس الرياضة بتمثل 33% من خطة العلاج ان انت تتحسن وان سكرا جيتزبط ما فيش خالص أي رياضات ممنوعة في السكر طول ما انت بترجع للدكتور بتاعك إن هو يوصف لك هتتعلمل إزاي في الرياضة دي الماشي من الحاجات المهمة جدا اللي بتفرق معنا الجاري السريع الرياضة حتى يقولي أنا عايزة روح الجيم مين فعلا روح الجيم آه طبعا ياريت ياريت روح الجيم بحيث إن انت تبتدي تزود الدورة الدموية تحسن العضلات بتاعتك تساعد في خساسان أو فقد وزن زيادة عندك ده حساعد بشكل كبير إن السكر ينضبط والكلام ده مش بوجهه بس للناس اللي هي متشخصة من النوع التاني أو الناس الكبار لا بالعكس ده كمان الأطفال هي ناس كتير من الأطفال اللي بيجلنا العيادة ويبقوا متشخصين بسكر وبياخدوا إنسولين يقولولنا طب يا دكتورة ماما يعني الأم والأب يبقوا دايما عندهم قلق بأنه طب هم كانوا بيلعبوا سباحة هم كانوا بيتمرنوا تنس هل أنا حقدر يعني يكملوا التمرينات بتاعتهم قال لهم آه إحنا هناخد سنة فترة أسبوع عشر تيام بس نزبط القياسات وتبقوا أنتم متطمنين وعارفين نتعامل إزاي مع الموقف المختلفة وبعد كده يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي يعمل التمارين والرياضة زي ما أنا قلت كده 33% من خطة العلاج إن هي تحسن الأمر تلت العلاج رياضة طبعا موضوع مهم جدا تخزيها والرياضة والحاجات دي معها طبعا البروتوكول الدوائي أو نمط بتاع مريض السكر حقيقة يمكن عنوان حلقتنا النهاردة هو الاستشفاء من السكر يعني ده عنوان كبير وعايزين نقف عنده ومستقف حقيقي عنده شوية في قصة الدعاية والترويج لفكرة أن احنا النهاردة ممكن نتخلص تماما من السكر الكلام ده حقيقي ولا غير حقيقي إيه الحاجات الحديثة اللي ممكن تكون ودة الاتجاه لهذا الفكر أو هذا العنوان اللي هو يطرح في الترويج والعلانات يمكن حابة أشاركك بدراسة مهمة جدا في الموضوع ده للسؤال المهم اللي أنت سألته النهاردة وهي أنه في دراسة اتعاملت على مجموعة من المرضى اللي كان عندهم سكر من النوع التاني بس كان ليها مواصفات معينة أن السكر ما يبقاش لي أكتر من خمس سنين وأن المرضى اللي احنا هنعمل عليهم الدراسة ما يبقاش بياخدوا أكتر من قرص أو اتنين لأدوية بتاعت السكر لقوا أن احنا لما حطناهم في تحت الاختبار كده أنه يمشوا بسعرات محددة ويساعدوا في تغيير نمط حياتهم وتصبيت الأكل ويعملوا رياضة بشكل يومي من تلت لنص ساعة يكتشفوا أنه هم قدروا من غير ما ياخدوا أقراس السكر ثلاث شهور من غير ما ياخد أي أقراس يكتشف أنه خف من السكر خف من السكر لمدة ثلاث شهور متواصلة واستمرت الدراسة معمولة لحد سنتين وثلاث سنين وخمس سنين لقوا أنه حوالي من خمسة وعشرين لثلاثين في المائة من الناس اللي عملنا عليهم الدراسة لخفوا من السكر فضلوا خفين من السكر حصل استشفاء تام ودي دراسة يعني عملت قلب في الموازين وهي دي اللي خلت الميديا تتكلم على كل حاجة إيه دا أنا ممكن أعكس السكر أو يتم الاستشفاء من السكر أو يتم تصبيت السكر نهيا في الجسد هل ممكن بعد ما أنا خدت أقراس وبتديت علاج أخف وأكيدا خلاص مش محتاج تاني أخد العلاج أو أن أنا أتابع مع دكتور آه طلع الموضوع دا موجود وإحنا عندنا قصص نجاح كتير قوي في العيادة باختلاف أسمائهم واختلاف القصص بتاعتهم قدروا أنه هما يتغلبوا عن السكر بنسميه خلاص أنت تغلبت عن السكر بإزاي ثلاث حاجات أساسية هنقول لكم النهاردة السر بتاعهم روشتة روشتة إن إحنا أول حاجة نبتدي نغير نمط الحياة بتاعتنا نزبط مواعيد النوم نكتر في الأكل بتاعنا نقلل من حاجات الفاست فود والسكريات اللي بنسميها المصنعة ونساعد إن نزود البروتين والخضار في الأكل بتاعنا نحاول نبعد على قد ما نقدر من السترس أو المواقف اللي هي بتساعد إنه الجسم يبقى فيه توطر أو في حالة قلق وفي نفس الوقت الرياضة زي ما احنا قلنا كده إن إحنا نعمل رياضة بشكل يومي تساعدنا في تغيير أو تنقيص الوزن بتاعنا من 10% إلى 15% يتنقص وزنك تغيف من السكر